نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وأرضا وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس أما بعد إخوتي أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وقد مضى معنا الكلام في أن خبر ذي القرنين عليه السلام ما ذكر في القرآن إلا في هذه السورة مباركة سورة الكهف وأنه مثال للملك الصالح الذي يسير بين رعيته بالعدل ويسهر على مصالحهم ويتق الله عز وجل ما استطاع فيهم وأن العلماء رحمهم الله مختلفون هل كان ذو القرنين نبيا أم كان ملكا عادلا وشذ من قال بأنه كان ملكا من الملائكة وأنهم قد اختلفوا في اسمه واختلفوا في شخصه وفي الزمان الذي كان فيه وذاك كله مما طواه القرآن طي لأن المقصود بيان العظة والعبرة من هذه القصة بيان ربنا جل جلاله أن ذا القرنين عليه السلام قد بلغ المشارق والمغارب وأنه قد ساح في أرض الله جهادا في سبيله ودعوة إليه وترغيبا للناس في دينه وفي توحيده جل جلاله وقد بلغ مغرب الشمس وهناك وجدها تغروا في عين حمئة أي كثيرة الحمأة وهو الطين الأسود أو في عين حامية أي حر الشمس فيها شديد وأن الله جل جلاله أوحى إليه إن كان نبيا أو ألهمه إن كان ملكا عادلا بأنه مخير إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا مثل ما خير الله نبينا عليه الصلاة والسلام قال له فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فذو القرنين بينا دستور حكمه قال أما من ظلم بالشرك بالله عز وجل والكفر به والصد عن سبيله ومقاتلته أوليائه فسوف نعذبه أي بالقتل والأسر وإعمال حكم الله فيه كما قال جل من قائل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرى إن في الدنيا يعذب بالقتل والأسر ثم وعد ذلك في الآخرة يعذب جزاء كفره في نار تلظى عذابا نكرى كما قال جل من قائل فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ذاك هو العذاب النكر وأما من آمن بالله عز وجل ربا وإلها وحكما ومتصرفا فسنقول له فله جزاء الحسنى وهي الجنة كما قال جل من قائل للذين أحسنوا الحسنى وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الجنة فله جزاء الحسنى وفي القراءة الأخرى فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرى لن يجد إلا القول الهينا اللي لأن هذا دأب الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين وكذلك من اقتدى بهم من الملوك العدون فإنهم يقولون للناس حسنى ولا يغلظون لهم لبضاء قال الله عز وجل ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراء ثم أتبع سببا الله جل جلاله يحكي لنا الجزء الثاني من رحلات ذي القرنين عليه السلام يقول جل من قائل ثم أتبع سببا ومضى معنا الكلام أن في هذه اللفظة قراءتين ثم أتبع سببا ثم اتبع سببا اتبع أي سلك وسار وأتبع أي لحقا كما في قول ربنا جل جلاله فأتبعه شهاب ساقب ثم أتبع سببا أو اتبع سببا أي مضى في سيره سالكا طريقه وفق المنازل والأعلام التي علمه الله عز وجل إياها ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس مطلع ومطلع بكسر اللام وفتحها أي مكان طلوعها حتى إذا بلغ مطلع الشمس يعني كأنه عليه السلام قد بلغ مكانا في أقصى المشرق ما بينهم وبين الشمس حاجز يحجزهم ولا شك أن الشمس منهم بمكان بعيد فليس معنا ذلك أنه بلغ مطلع الشمس أي أنه كان قريبا منها فبين الشمس وبين الأرض مسافات ما يعلمها إلا الله حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم على قوم وقد مضى معنا الكلام مرارا في أن كلمة القوم هذه من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها ككلمة الجيش لا واحد لها من لفظها لكنها تدل على مجتمع الجنود فها هنا كلمة القوم قيل المقصود بها الرجال استدلالا بقول ربنا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ثم قال بعدها ولا نساء من نساء ومنه قول القائل ما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء ولكن بعض المفسرين قالوا كلمة القوم تشمل الرجال والنساء استدلوا بقول الله عز وجل على لسان الهدهد وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها أي بلقيس كانت من قوم كافرين فها هنا كلمة القوم دخل فيها غير الرجال وهذا هو الظاهر من هذه الآية فلا شك أن ذلك المجتمع كان فيه رجال ونساء من هم أولئك القوم قال قتادة رحمهم الله هم من الزنج كانوا قوما زنوجا قال العلامة بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره والظاهر أن ذا القرنين عليه السلام قد مضى في سيره حتى بلغ ساحل بحر اليابان أو بلغ كوريا شرقا في أقصى الشرق اليابان أو كوريا وهناك وجد قوما حالتهم غريبة هؤلاء القوم أرضهم فضاء لا فيها جبل يسترهم ولا بناء يكنهم ولا شجر يظلهم بل قال بعض المفسرين ما كانت لهم ثياب تسترهم هذا الكلام كان فيما مضى مستغربا لكن الآن لما يسر الله للناس أن يطلعوا على أحوال الأمم والشعوب فإنهم يعلمون من تلك الأحوال عجبا نعلم أن ناسا إلى يوم الناس هذا لا يزالون عراتا لا يعرفون هذه الثياب التي تستر الأجساد ونعلم أن ناسا قد انقفعت صلتهم بأسباب الحضارة هذه التي عمت الدنيا ما زال بعض الناس يسكنون في الكهوف والجبال ويمتنعون عن مخالطة الناس فالله جل جلاله يخبر عن ذي القرنين بأنه وجد في أقصى المشرق ناسا هم قد تعرضوا للشمس ليس هناك بناء ولا شجر ولا جدار ولا جبل وإنما هم عرضون للشمس مباشرة لم نجعل لهم من دونها سترا وقد قال المفسرون رحمهم الله بأنهم كانوا قوما أغلب عيشتهم على السمك إذا اشتد عليهم حر الشمس فإنهم ينزلون في الماء يعني ما عندهم ما يستطرون به من الشمس إلا أن ينزلوا في الماء وقال ابن جرير رحمه الله غزاهم جيش مرة فقالوا لهم يعني قال أولئك القوم المغزوون لذلك الجيس لا تطلع عليكم الشمس وأنتم هاهنا فقالوا لا نبرح حتى تطلع علينا الشمس يعني إذا كنتم أنتم تهددوننا بألا تطلع الشمس علينا ونحن هاهنا فلن نبرح الأرض نحن معكم هاهنا من أجل أن نرى ماذا يحصل لو طلعت علينا الشمس ثم نظروا فإذا عظام النخرة قالوا ما هذه العظام قالوا هذه عظام قوم قد غزونا قبلكم فطلعت عليهم الشمس فماتوا فانطلقوا هاربين هذا الجيش ولا مدبرا الله جل جلاله يقول لم نجعل لهم من دونها سترا والجعل أيها الإخوة الكرام مضى معنا الكلام في أنه يأتي في القرآن بمعنى الخلق بمعنى الخلق الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أي وخلق الظلمات والنور ويطلق كذلك على التصيير التصيير ومنه قول ربنا جل جلاله إني جاعل في الأرض خليفة إنا جعلناه قرآنا عربيا ويطلق الجعل كذلك في القرآن على الاعتقاد كما في قول ربنا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا أي اعتقدوهم إِنَاثًا وهناك معنى الرابع في كلام العرب الجعل بمعنى الشروع في الشيء وَلَقَدْ جَعَلْتُ إِذَا نَهَطُ يُثْقِلُنِي ثَوْبِي فَأَنْهَضُ نَهْضَ الشَّارِبِ السَّكِرِي فَأَنْهَضُ نَهْضَ الشَّارِبِ السَّكِرِي قال الله عز وجل لم نجعل لهم من دونها سترا لم نخلق أو لم نصير لهم من دونها سترا شيء يسترهم من حر تلك الشمس قال الله عز وجل كذلك وَقَدْ أَحَطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا كذلك أي سار ذو القرنين عليه السلام كذلك وَقَدْ أَحَطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا والخبر بمعنى العلم والاطلاع الله جل جلاله قد أحاط بما لدى ذو القرنين من الجنود والعدد والآلات وما معه من الأموال والقوة كل ذلك قد أحاط الله به علما كما قال جل من قائل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال جل من قائل وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصعر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصعر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فالله جل جلاله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولا تخفى عليه خافية هذه الرحلة الثانية قال الله عز وجل ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها أي الشمس تطلع أي تشرق على قوم على ناس لم نجعل لهم من دونها سترا ليس ثمة بناء يكنهم ولا شجر يظلهم ولا جبل يؤويهم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراء ولو أن نظرنا في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم قد أحيوا سنة ذي القرنين في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله فإن نبيه عليه الصلاة والسلام لما توفاه الله ترك الإسلام في جزيرة العرب يعني كان الإسلام في مكة والمدينة ونجد وتهامة وكذلك في اليمن دخل أهلها في الإسلام سلما وقد هداه ملوك البحرين وعمان وكذلك هداه المقوقس حاكم مصر وإهرق الملك الروم بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا لكنهم ما دخلوا في دينه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام انطلق الصحابة في أرض الله فلما كان في زمان دولة الصديق أبي بكر رضي الله عنه بدأت الفتوحات في بلاد الشام وبلاد العراق وما دامت خلافة أبي بكر سوى سنتين وبضعة أشهر ثم لما جاءت الدولة العمارية فإن عمر رضي الله عنه قد استكمل فتح بلاد الشام والعراق وفارس ومصر وتوجهت جيوش المسلمين فيما وراء ذلك فلما كانت دولة عثمان عليه من الله الرضوان وصنع الأسطول الإسلامي صار المسلمون يغزون في البحر بعدما كانوا لا يغزون إلا في البر وفتحوا بلاد إفريقيا القيروان وما وراءها ثم انتقلوا حتى بلغوا بلاد ما وراء النهر ما وراء النهر أو ما يسمى الآن بآسيا الوسطى وبعض الصحابة رضوان الله عليهم قد حبس في الثلج ستة أشهر كما حصل لأنس بن مالك وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم فقد حبسوا بالثلج بالجليد ما استطاعوا أن يتقدموا ستة أشهر وهم على تلك الحال فهؤلاء هم أتباع الأنبياء ومن يجددون سيرة الصالحين انطلقوا في المشارق والمغارب ثم جاء من بعدهم بعدما توقفت الفتوحات في أيام علي رضي الله عنه لأنه قد شغل بتلك الفتن الداخلية لما ظهر الخوارج والروافض والنواصب وفرق الضلال والزنادقة علي رضي الله عنه شغل بهم وتعطلت حركة الفتوحات إلى أن جمع الله المسلمين في سنة أربعين بما سنة إحدى وأربعين بما صنعه سيد المسلمين الحسن بن علي رضي الله عنهما هذا السيد الجليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين الحسن رضي الله عنه لما رأى جيوش الشام قد أقبلت وهو معه جيوش العراق قال ما خير العيش إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء ملي بنساء المسلمين وذراريهم فكاتب معاوية رضي الله عنه واصطلح وسمي ذلك العام عام الجماعة وبعد ذلك انطلقت حركة الفتوحات ثانية فصار المسلمون يطرقون أبواب القسطنطينية محاولين فتحها مستبشرين بقول نبينا صلى الله عليه وسلم لتفتحن رومية ولتفتحن القسطنطينية قالوا يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا قال مدينة هرقل يعني القسطنطينية وطفق المسلمون يبعثون الجيوش ويسيرون البعوث ويقودون الغزوات حتى دقوا أبواب فرنسا غربا وأبواب الصين شرقا جهادا في سبيل الله ودعوة إلى الله ونشرا لدين الله عز وجل لذلك حصلت تلك المعارك العظيمة ما كان من موسى بن نصير وطارق بن زياد وما كان في موقعة الزلاقة وغيرها من المواقع التي بذلت فيها دماء كثيرة وأزهقت أرواح عزيزة وقدم المسلمون الشهداء بالمئات والألوف نشرا لدين الله عز وجل ولذلك ذو القرنين سن هذه السنة فبلغ مطلع الشمس ثم يقص علينا ربنا جل جلاله خبر رحلتي الثالثة يقول ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضهم ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا يقول الله عز وجل ثم أتبع سببا في القراءة الأخرى ثم اتبع سببا بعدما بلغ مغرب الشمس بلغ مطلع الشمس بلغ مكانا بين سدين عظيمين حتى إذا بلغ بين السدين قرأها نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر حتى إذا بلغ بين السدين بالضم هناك على أن تجعل بيننا وبينهم سداء بالضم وقرأ الباقون بين السدين وقرأوا أيضاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداء سداء فالسد والسد هما لغتان فصيحتان وقراءتان متواترتان وعليهما قرأة عامة الأمصار وهما قراءتان تواترتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ بين السدين أين هما الله أعلم قال الله عز وجل وجد من دونهما من خلفهما قوماً لا يكادون يفقهون أرأها حمزة والكسائي يفقهون قولاً هناك ذو القرنين عليه السلام وجد ناساً هؤلاء الناس لا يفقهون قولاً لغتهم مخالفة لما تعارف عليه الناس وذو القرنين ملك ومن عادة الملوك أنهم يصطحبون معهم من المترجمين ومن ينقلون اللغات الأعداد الكثيرة لكن هؤلاء ما استطاعوا أن يفهموا يقول ابن عاشور رحمه الله ويجوز أن يكون ذلك دليلاً على أنهم متوغلون في البداوة والبلاها بحيث لا يفهمون ولا يفهمون يعني هؤلاء ما يفهمون لغة غيرهم ولا يفهمون غيرهم ما يريدون وأقول إخوتي وأخواتي قد كان هذا مستغرباً فيما مضى أما الآن وقد صار العالم أشبه بالقرية الصغيرة فالإنسان البسيط يرى من أحوال الناس في تعبيراتهم وفي عاداتهم في التعبير عما تكنه نفوسهم العجب العاجب وبعض اللغات حروفها كثيرة وبعض اللغات ليست إلا رسوماً ورموزاً وجد بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يفقهون ولا يفقهون قولاً لا يحسنون أن يفهموا ولا يحسنون أن يفهموا فمن هؤلاء القوم وما خبرهم بعد فاصل إن شاء الله نستكمل إفسير هذه الآيات فكونوا معنا من تفسيراً وبيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله عز وجل ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين وفي القراءة الأخرى بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً إما نئلنا اللسان مختلف وطريقة التعبير متباينة وإما أنهم قوم بلهاء لا يفهمون ولا يفهمون وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون وفي القراءة الأخرى يفقهون قولاً لكن بتيسير من الله جل جلاله استطاع ذو القرنين أن يفهم مرادهم قالوا أي هؤلاء القوم الذين كانوا يسكنون في ذلك المكان كما قال ابن جريل رحمه الله قبل أرمينيا وأزربيجان أرمينيا وأزربيجان وكانوا خلطة من المغول والتتر من المغول والتتر قالوا يا ذا القرنين هكذا خاطبوه بلقبه دون أن يقولوا يا أيها الملك أو أن يقولوا يا أيها الكبير يا ذا القرنين إن يا جوج وما جوج هذه قراءة الجمهور هكذا من غير همز وقرأ عاصم وحده بتحقيق الهمز إن يا جوج وما جوج يا جوج وما جوج أمتان من الناس من بني آدم يقينا من بني آدم والدليل على أنهما من بني آدم ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ربنا جل جلاله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول الله عز وجل أخرج بعث النار من ولدك فيقول يا ربي وما بعث النار يقول له من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وواحد إلى الجنة فذلك حين تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد فصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله من يكون ذلك الواحد يعني إذا كان من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار يعني واحد في الألف إلى الجنة من يكون ذلك الواحد فقال عليه الصلاة والسلام إن يأجوج ومأجوج ما كانتا في شيء إلا كثرتا وإن مثل أمتي بين الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض وإني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبر الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة فكبروا قال والذي نفسي بيده لأنتم ثلثا أهل الجنة فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم ثلثا أهل الجنة لهم في الجنة الثلثان ثم هم شركاء لبقايا الأمم في الثلث الأخير فيأجوج ومأجوج مذكورون في هذه السورة وفي موضع آخر والذي في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وكثير من المفسرين يقولون هما علمان أعجميان يأجوج ومأجوج علمان أعجميان والطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقول وغالب ظني أن القرآن قد حاكى بهذا اللفظ معنا في لغة أولئك القوم فإن يأجوج ومأجوج مشتق من الأج وهو الخلط يعني يأجوج ومأجوج قبائل مختلطة بعضها ببعض إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وهنا أنبه إخوتي واخواتي بأن بعض ما يوجد في كتب التفاسير من الحديث عن هؤلاء القوم في غرابة خلقهم هذا لا صحة له يعني ما يوجد في تفسير الثعلبي وغيره من المبالغة في وصف هؤلاء هذا لا لا صحة له وهذا أمر غيبي واجب علينا أن نقتصر على ما ورد به الوحي والوحي قد علمنا أن يأجوج ومأجوج أمتان من الناس كثير عددهم شديد بأسهم وأنهم محبوسون بذلك السد الذي بناه ذو القرنين عليه السلام وأنهم يحفرون في كل حين من أجل أن يخرجوا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس يقول بعضهم لبعض ارجعوا فسنحفره غدا ولا يستثنون فإذا جاءوا في اليوم الذي بعده وجدوه قد عاد كما كان الله جل جلاله برحمته يعيده كما كان وهكذا فالمقصود بأن بأنه إذا أذن الله عز وجل في قيام الساعة وبدأت أشراطها تتتابع كنظم قد انقطع عقده يعني مثلما أن الإنسان لو كان يحمل في يده مسبحة وهذه المسبحة انقطع خيطها فإن حباتها تتساقط تباعا كذلك أشراط الساعة يأتي بعضها إثر بعض والمقصود بالأشراط ها هنا الأشراط الكبرى وهي التي ثبتت من حديث حذيفة الغفارية رضي الله عنه قال طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ونحن نتذاكر أشراط الساعة فقال عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر علامات الدابة والدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج ونزول المسيح ابن مريم وخروج يأجوجة ومأجوج وخصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب ثم قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر فهذه عشر علامات من بينها خروج يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج والله جل جلاله قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وها هنا أيضا حتى إذا جاء وعض ربي جعله دكاء وكان وعض ربي حقا فالمقصود بأن هؤلاء القوم الساكنين دون السدين شكوا إلى ذلقرنين عليه السلام من إفساد يأجوج ومأجوج يا ذلقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ما هو فسادهم قيل كانوا يأكلون الناس هذا أيضا فيما مضى كان مستغرما لكن الآن بعد للطلاع على أحوال الأهم علمنا أن بعضها قد يأكل الأجنة الأجنة التي ماتت نسأل الله العافية في بطون أمهات هي تلذذون بأكلها وهناك أكلة لحوم البشر وقيل بل كان إفسادهم متوقعا متوقعا بما علم من حالهم وقيل إفسادهم ما يمارسونه من الظلم والغشم والقتل والبغي هذا كله من الإفساد فكانوا قوما ظلومين غشومين بغاة مفسدين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فعلا مفسدون في الأرض نبينا عليه الصلاة والسلام اخبرنا بأنهم إذا خرجوا لن يدعوا شيئا رطبا إلا أكلوه ولا يابسا إلا أتلفوه وأنهم يمرون ببحيرة طبرية هناك في فلسطين فالفوج الأول منهم يشربون ما فيها من ماء ثم يأتي فوج بعدهم فيقولون كان هاهنا ماء كان هاهنا ماء فهم قوم يعني عندهم طاقة كبيرة على الخراب والتدمير والإفناء ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ثبتت عنه الأحاديث بأن المسيح عليه السلام بعدما ينزل إلى الأرض ويقتل الدجال عدو الله الذي يدعي أنه رب العالمين والمسيح عليه السلام يجلس مع تلك العصبة المؤمنة العصبة المؤمنة يمسح على وجوههم ويحدث بدرجاتهم في الجنة يوحي الله إليه بأني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور يعني الله جل جلاله يقول للمسيح ابن مريم هؤلاء الناس يأجوج ومأجوج لا سبيل إلى مواجهتهم ولا إلى قتالهم مطلوب منك أن تأخذ من معك من المؤمنين وتصعد في الجبل هؤلاء يأجوج ومأجوج لا يدعون شيئا رطبا إلا أكلوه ولا يابسا إلا أفسدوه ويظهرون الفساد في الأرض وعيسى عليه السلام ومن معه يكونون في حال بئيس حتى يكون رأس الثور أحب إلى أحدهم من مئة دينار من مئة دينار ذهب يعني يريدون شيئا يطعمونه وهؤلاء يأجوج ومأجوج قد استولوا على الأرض كلها الأرض كلها صارت تحت سلطانهم فيرعب المسيح عليه السلام إلى ربه مسيح معه من المؤمنين ما عندهم إلا الدعاء واللجوء إلى الله والجؤار إليه سبحانه من أجل أن يكشف هذا الضر فربنا سبحانه قد جرت سنته بأن العباد إذا طاغوا فإنه يهلكهم بأضعف مخلوقاته ولذلك تجدون أبرهة الأشرم ذاك الذي قاد جيشاً عرمراً مقبلاً من بلاد اليمن يريد أن يهدم الكعبة المشرفة بيت الله الحرام التي جعلها الله مثابة للناس وأمناء فالله جل جلاله ماذا أرسل عليه أرسل عليه طيراً أبابيل أبابيل أي مجموعات أرميهم بحجارة من سجيل مع كل طائر ثلاثة أحجار حجر في فمه حجران في رجليه هذه الحجارة كانت من سجيل والسجيل هو الطين الطين لأن الله جل جلاله قال عن قوم لوط إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين وفي الموضع الآخر في سورة الحجر أو في سورة وكذلك في سورة هود بيّن ربنا جل جلاله أن تلك الحجارة كانت من سجيل قال الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فالسجيل هو الطين لكنه طين قبخ بنار جهنم والعياذ بالله ولذلك كان الحجر يسقط على الواحد من جيش أبره فيخرق رأسه حتى يخلص إلى الفيل الذي تحته فيقتله وكذلك النمرود بن كنعان ذاك المفسد الذي قال أنا أحيي وأميت هذا الأبله الذي ظن بنفسه الظنون قال المفسرون الله جل جلاله أرسل عليه دويبة من دواب الأرض قد تكون بعوضة قد تكون ذبابة فدخلت فيه من خاره وما زالت تطن في رأسه فما كان يجد راحة إلا إذا ضرب بالنعال على رأسه هذا الذي تكبر الله جل جلاله أذله بذلك المخلوق الضعيث فها هنا أيضا يأجوج ومأجوج طاغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ويرغب المسيح عليه السلام ومن معه من المؤمنين إلى ربهم فيرسل الله عليهم النغف النغف هو نوع من الدود يكون في أنوف الإبل هذا النغف يتسلط على يأجوج ومأجوج فيدعهم فرسا فرائس يقتلهم قتلا ذريعا والمسيح عليه السلام ربنا جل جلاله يخبره بأن القوم قد هلكوا فينزل ومن معه من الطور فلا يجدون شبرا من الأرض إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم يعني هناك فساد بيئي قد حصل في الأرض بكثرة الجثث كثرة الجثث ويسلما يحصل الآن في الأعقاب الحوادث الكبيرة من الزلازل وما أشفى من كثرة القتلى فيحصل فساد للبيئة فساد للهواء فهكذا يجد المسيح عليه السلام الأرض فيرغب إلى الله عز وجل فيرسل الطير كأنها البخت فتأخذهم وتلقي بهم في جزائر البحار ثم تمطر الأرض ليطهرها الله عز وجل من ذلك النتا وتنبت الأرض نباتها بعهد آدم يعيش الناس سنوات طيبات زاهرات رغيدات تنبت الأرض نباتها بعهد آدم حتى يجتمع القوم على القطف من العنب فيشبعهم وحتى يجتمعوا على الرمانة فتشبعهم ويستظلون بقشرها يأكلون الرمانة جماعة كبيرة من الناس تكفيهم رمانة وبعد ذلك قشرها يستظلون به لأن الخلق في عهد آدم لا كالخلق الآن آدم عليه السلام كان طوله ستين ذراعا في السماء والنبات في عهد آدم لا كالنبات في عهدنا وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتنتزع الحمة كل ذات حمة حتى تدخل الوليدة يدها في فم الحية فلا تضرها ويضر الوليد الأسد فلا يضره بمعنى أن هذه الدواب المزعجة السامة أو المفترسة كالسباع والحيات والعقارب هذه كلها ينتزع الله منها تلك العدوانية يكون في الأرض سلام سلام يعم تملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله المسيح عليه السلام بعد ذلك يموت كما يموت سائر الناس ساقني إلى هذا الكلام بيان أن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى ولذلك هؤلاء القوم شكوا إلى ذي القرنين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا في قراءة حمزة والكسائي وخلف فهل نجعل لك خراجا والخرج والخراج المال الذي يدفع للملك يعني هؤلاء القوم من عظيم زعاجهم من يأجوج ومأجوج عرضوا على ذي القرنين أن يجمعوا له مالا ويهيئوا له خراجا من أجل أن يحول بينهم وبين أولئك القوم المفسدين لكن الأنبياء صلوات الله وسلام عليهم ومن سار على نهجهم لا يطلبون من الناس مالا ولا تتعلق آمالهم بهذه الدنيا ولذلك كان كل نبي يقول يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني إن أجري إلا على رب العالمين ونوح عليه السلام قال يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاول كفار قريش أن يراودوه إن شئت يا محمد جمعنا لك مالا حتى تصير أغنانا إن شئت زوجناك من نساء قريش عشرا إن شئت التمسنا لك الطب النبي عليه الصلاة والسلام طوى صفحا عن ذلك كله لأن الدنيا لا تزن في أعين الأنبياء شيئا ما تساوي شيئا وهذا نبي الله سليمان عليه السلام لما أرادت ملكة سبأ أن تقدم له رشوة وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون والمفسرون يفصلون في تلك الهدايا كيف كانت فسليمان عليه السلام لما جاءته تلك الهدايا قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون هذا كله لا قيمة له عند سليمان عليه السلام فها هنا أيضا ذو القرنين القوم يعرضون عليه مالا فهل نجعل لك خرجا أي خراجا مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سداء في مقابل أن تسدى عنا شر هؤلاء الناس وتحول بيننا وبين فسادهم قال ما مكنني فيه ربي خير أصلها ما مكنني وما ها هنا موصولة الذي مكنني فيه ربي خير من الذي تعرضونه علي خير ها هنا أفعل تفضيل حذفت همزتها أخير ما مكنني فيه ربي خير الله جل جلاله آتاني من كل شيء سببا زودني بالأجناد أيدني بالمؤمنين وقد آتاني من العدة والعتاد وبسط لي من الأسباب وفتح لي من الأبواب وزودني بالعلم بمنازل الأرض وأعلامها ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة هذا هو الحاكم الصالح تفعيل الطاقات البشرية ما يقول للناس إيتوني المال وأنا أصنع المعجزات لا نلابد من تفعيل الطاقة البشرية فأعينوني بقوة أنا أريد قوة عاملة أجعل بينكم وبينهم ردما مطلوب منكم فقط القوة العاملة الطاقة البشرية أجعل بينكم وبين أولئك المفسدين وهم يأجود ومأجود ردما والردم هو البناء الذي يشبه الثوب المردم الثوب الذي جعل طباقا طبقة فوق طبقة فقالوا جعل ذو القرنين عليه السلام جدارين بينهما فاصل ملأ هذا الفاصل بالتراب الذي فيه الرصاص أو النحاس المذاب حيث لا يتأتى لهم نقبه لا يتأتى لهم أن يحدثوا فيه نقبا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد والزبر جمع زبرة وهي القطعة جمع زبرة وهي القطعة ومنه يقال زبرة الأسد لمجتمع الشعر في عنقه ومنه يقال زبرت الكتابة إذا كتبته وجمعت حروفه ومنه سمي الزبور زبورا آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد الصغيرة والحديد هو ذلك المعدن الذي يكون منه قطع صغيرة ويكون منه شيء في حجم الحصى ويكون ترابا هذا المعدن النفيس الذي قال الله فيه وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس آتوني زبر الحديد هذه القطعة حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا والصدفين فيها قراءتان الصدفين والصدفين كيف بنى ذو القرنين هذا السد ماذا كانت نتيجته سيأتي معنا إن شاء الله في درسي الغدي تمام الكلام عن قصة ذو القرنين عليه السلام وأسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به ونبقى مع فاصل يسير يكون بعده الجواب على أسئلتكم فكونوا معنا نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا السؤال من أخينا على يقول هل الاستغفار يطرد الكسل ويقوّل همه اللهم نعم الاستغفار سبب القوة بكل أنواعها فإن نبي الله هودا عليه السلام قال يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فالاستغفار يزيد الإنسان قوة ويطرد عنه الكسل والفتور والاستغفار سبب لكل خير ونبينا عليه الصلاة والسلام قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب آلا تقول ما هو أفضل موضع للدعاء في الصلاة أفضل موضع للدعاء في الصلاة السجود لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم قمن أي جدير وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولذلك السجود هو أفضل أركان الصلاة باعتبار الحال والقيام أفضل أركان الصلاة باعتبار المقال باعتبار ما يقال فيه من الذكر وهو القرآن عصام يقول هل الأكل على جنابة يورث الفقر؟ لا ليس صحيحا ليس صحيحا الأكل على جنابة لا يورث الفقر وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام ينام على جنابة كان عليه الصلاة والسلام تصيبه الجنابة من الليل فيتوضأ وينام ما يغتسل إلا إذا قام للفجر ولما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد إذا توضأ فليرقد نوري يقول ما هي أفضل الكتب التي تتحدث عن قصص الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من أفضل الكتب في ذلك الذي يشمل قصص الصحابة وغيرهم كتاب صفة الصفوة صفة الصفوة لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله وأفضل منه لكنه كبير سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي رحمه الله سير أعلام النبلاء وأيضا من الكتب الطيبة حلية الأولياء وتاج الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله وبعد ذلك هناك كتب أيضا عنيت بالتراجم على حروف المعجم كالإصابة في تراجم الصحابة للحافظ بن حجر العسقلاني أو الاستيعاب في فضل الأصحاب للحافظ أبي عمر بن عبد البر وكذلك أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي السعادات بن الأثير كل هذه كتب جيدة سواء كان صفة الصفوة أو سير النبلاء أو حلية الأولياء أو الإصابة أو الاستيعاب أو أسد الغابة هذه كلها كتب جيدة هناك كتب من كتابات المعاصرين مثلا هناك كتاب صغير الحجم اسمه صور من حياة الصحابة لدكتور عبد الرحمن بن رأفة الباشا عليه رحمة الله وهذا كتاب فيه تصوير بلاغي وأسلوب راقي وصاحبه معاصر توفي قبل سنوات وأيضا من الكتب الجيدة كتاب رجال حول الرسول للأستاذ خالد محمد خالد رحمه الله كتاب جيد وقد نفع الله به كثيرا سوى ترجمت أبي ثر رضي الله عنه فإن خالدا قد زل فيها زلة عظيمة لكن بعد ذلك الكتاب جيد في مجموعه الكتاب جيد وأسلوبه أيضا أسلوب راق جدا أيضا من الكتب الجيدة ما دونه العقاد عباس محمود العقاد رحمه الله في العبقريات يعني ما كتب عن عبقرية الصديق عبقرية عمر وعبقرية خالد وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هذه أيضا من الكتب الجيدة مروان يقول أشعر بالضيق فهل من نصيحة لإزالة هذا الضيق نعم أول شيء مروان عليك بالدعاء اللهم اجعل لي من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية أدعو الله بالدعاء النبوي اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعفي وتصلح بها ديني وتزكي بها عملي وترفع بها شاهدي وتحفظ بها غائبي وتدفع بها الفتن عني وتعصمني بها من كل سوء يا سميع الدعاء ورح ذلك من الأدعية فأول باب لإزالة الضيق الدعاء ثم الباب الثاني الاستغفار من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب أكثر من الاستغفار ثم ثالثا السعي في تنفيس كرب الناس وتفريج همومهم فمن نفس نفس الله عنه ومن فرج فرج الله عليه ومن يسر يسر الله عليه فالجزاء من جنس العمل إذا كنت ترجو تفريج همك ففرج هموم الناس فالله جل جلاله يجازيك بصنيعك تيسير تقول ما حكم تسمية المواليد بالأسماء الأجنبية يا تيسير أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحسن أسماءنا وأسماء أولادنا فإن الناس يوم القيامة يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم ولذلك لما رزق علي رضي الله عنه بغلام سماه حربا نبي صلى الله عليه وسلم سماه حسنا فلما رزق بالذي بعده سماه حربا نبي صلى الله عليه وسلم سماه حسينا وكذلك من كان اسمه جعلا نبي صلى الله عليه وسلم غيره ومن كان اسمه العاص غيره من كان اسمه حزنا سماه سهلا ومن كان اسمه عبد عمر سماه عبد الرحمن وهكذا اسماء الاجنبية التي هي اعلام كفرية لا يجوز التسمية بها فلا يجوز التسمية بصليب ولا بجرجس ولا التسمية بشارون يعني هذه الاسماء التي اذا سمعت غلب على الظن ان صاحبها من اهل الكفر فلا يجوز التسمية بها ما يجوز ان تسمي ولدك جورج ما يجوز ان تسمي بنتك انديرة ونحو ذلك فوعد ذلك الاسماء العربية ما اكثرها وافضل من الاسماء العربية ان تسمي باسماء الصالحين والصالحات ولو كانت اعلاما اعجمية فان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان وداود كل هذه اعلام اعجمية لكن لناس صالحين نحبهم ونجلهم ونتأسى بهم كذلك البنات نسميهن باسماء الصالحات كمريم وآسية وكذلك خديجة وفاطمة وحفصة وجويرية وما اشبه ذلك بعد ذلك هناك الاسماء المباحة التي تدل على المعاني الطيبة كوفاء وصفاء ووئام وما اشبه ذلك احلام تقول نذرت في قلبي نذرا ولكن لم انطق به هل يقع هذا النذر لا ما يقع هذا حديث نفس ان الله عفى لامتي عما حدثت نفسها بما لم تتكلم او تفعل نعم معاوية هل القيء ينقض الوضوء لا القيء لا ينقض الوضوء ليس بناقض نواقض الوضوء احداث واسباب وما ليس بحدث ولا سباب اما الاحداث فهي الستة المعروفة وهي البول والمذي والودي ودم الاستحاضة وخروج الريح وكذلك الطاوط هذه ستة واما الاسباب فاولها زوال العقل سواء كان زوال العقل بنوم مستثقل او سكر او اغماء او جنون وكذلك لمس من يلتذ به عادة اذا وجد لذة او قصدها كذلك الافضاء الى الذكر بباطن الكف او الاصابع او جنبيهما واما ما ليس بحدث ولا سبب فالردة والشك اياذا بالله فالقي ليس بناقب عامر يقول هل يجوز الترحم على من قتل نفسه نعم من قتل نفسه فامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له ليس صحيحا ما يظنه كثير من الناس ان قاتل نفسه كافر لا ليس بكافر الاصل في انه مسلم لكنه قد ارتكب كبيرة وهذه الكبيرة قد توعد على فعلها بالنار نبي عليه الصلاة والسلام قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا ومن وجأ بطنه بحديدة فقتل نفسه فهو في نار جهنم يجأ فيها خالدا مخلدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحساه فيها خالدا مخلدا لكن نقول هذه احاديث الوعيد والله جل جلاله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثبت في صحيح مسلم من حديث الطفيل بن عمر الدوسي ورضي الله عنه انه هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم معه رجل من قومه فاصابه وباء المدينة المدينة كان مشهورة بالملارية بالحمة فهذا الرجل لما اشتد به المرض رحمه الله ورضي عنه عمد الى مشاقص مشاقص ما نسميه بالموس فقطع اوداجه وما زال دمه يشخب حتى مات فهذا الرجل رآه الطفيل بن عمر الدوسي صاحبه رآه في المنام بهيئة حسنة فقال له ما فعل الله بك قال غفر لي بهجرتي لرسوله صلى الله عليه وسلم قال ورأيت يديه مغطيتين فقلت ما بال هذه فقال قال الله لي لم نصلح ما افسدته هذه التي قطعتها تبقى هكذا فنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بذلك سر وقال ولي يديه اللهم غفر ولي يديه اللهم غفر يعني النبي صلى الله عليه وسلم من حبه للخير وحرصه على نفع الناس دعا لذلك الصحابي الذي قتل نفسه بأن يتم الله عليه نعمته وأن يغفر له ما فرط منه فالشاهد إخوتي واخواتي أن قاتل نفسه أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أحمد محمد يقول إكرام الميت دفنه فهل تشمل كلمة الميت حتى الحيوان لا المقصود بالميت هاهنا الإنسان لأنه مكرم الله جل جلاله قال وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ أما الحيوان فإنه يستر من أجل أن نمنع أذاه لأن لا يفسد علينا البيئة وإلا التكريم للآدمي يقول جليل إذا جاءت صلاة العيد جليل أو جليل ما أدري إذا جاءت صلاة العيد يوم الجمعة ما العمل العمل عند جمهور العلماء بأن تصلي العيد وتصلي الجمعة تصلي العيد وتصلي الجمعة كلاهما وذهب الحنابل إلى أن من صلى العيد فإن الجمعة تكون في حقه نافلة إن شاء حضرها وإن شاء غاب عنها واستدلوا على ذلك بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال للناس قد اجتبع في يومكم هذا عيداني وقد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليفعل وإنا مجمعون إنا يعني نفسه عليه الصلاة والسلام أي الإمام مجمعون أي سنصلي الجمعة فالحنابلة قالوا معنى ذلك أن من شهد صلاة العيد جاز له أن يصليها ظهرا لكن جمهور العلماء قالوا الصلاة العيد ليست فريضة إن هي سنة مؤكدة عند بعضهم أو واجب عند الحنفية والواجب عندهم غير الفرض وأما صلاة الجمعة فهي فرض متعين على كل مسلم سوى الأربعة الذين استثناهوا نبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السنة لا تقوم مقام الفريضة المتعينة وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني أهل البادية الذين جاءوا من مكان بعيد ليشهدوا معه صلاة العيد هؤلاء رخص لهم في ترك الجمعة اكتفاءا بما سمعوا من الموعظة في صلاة العيد ولذلك أقول الأحوط أن يصلي الإنسان الذي صلى صلاة العيد يصلي صلاة الجمعة محمد أمين يقول أنا بصدد البحث عن زوجك ورشحت لي فتاتاني أحسبهما ذواتي دين وأنا محتار أيهما أختار هل عندما أصلي الاستخار أذكرهما جميعا في دعاء الاستخار أم أصلي لكل واحدة استخارة مستقلة وهل يجوز أن أقرع بينهما يا محمد أمين أسأل الله أن يهيئ لك من أمرك رشدا مطلوب منك أمران استشارة واستخارة استشارة تستشير من تثق بمعرفتهم وديانتهم ثم تستخير تصلي لكل واحدة استخارة اللهم إن كنت تعلم أن زينب خير لي وتصلي الصلاة الثانية اللهم إن كنت تعلم بأن سارة ولا خديجة ولا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره ويسره لي هذا هو المطلوب إبراهيم يقول هل يجوز للرجل الذي يريد أن يتزوج أن يقصط المهر على دفعتين نعم يا إبراهيم بل يجوز على عشر دفعات هذا أمر واسع المهر يا أخي يجوز تعجيله كله ويجوز تأخيره كله ويجوز تعجيل بعضه وتأخير بعضه الأمر في ذلك واسع والمهر متى يكون واجبا يكون واجبا إذا حصل الدخول وبعد ذلك حصلت الفرقة إما بموت أو طلق يعني إذا مات الزوج قبل أن نقسم الترك ألابد أن نخرج المهر أو ما بقي في ذمته منه كذلك إذا حصل الطلاق بعد الدخول فإن الزوجة يجب لها المهر كله إسماعيل يقول ما الفرق بين الدعاء للوالدين والاستغفار لهما الدعاء للوالدين أن تقول اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا أو تقول اللهم أفسح لهما في قبورهما ونور لهما فيها أو تقول اللهم أطل عمرهما في طاعتك وأحصل لهم الختام هذه كلها أدعية أما الاستغفار طلب المغفرة ربي اغفر لي ولوالدي والاستغفار أخص من الدعاء يقول حساب فيسبوك صليت صلاة الصبح متأخرا وقمت بتأخير الرغيبة هل من الممكن أن نصليها الآن نعم تصليها الآن الرغيبة نبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعها سفرا ولا حضرا قد أخبرنا بأن ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها فما ينبغي لك الإخلال بها وأيضا أوصي صاحب الحساب أن يتقي الله وما يؤخر صلاة الصبح فإن تأخيرا والتهاون بها سمة المنافقين عياذا بالله يقول عندي مشكلة كبيرة يخرج لني مذي باستمرار فمما توصيني أوصيك يا أخي بأن تغضى بصرك وأن تبتعد عن المثيرات والمهيجات لكن أحيانا يكون المذي ليس بسبب إطلاق البصر ولا بسبب قراءة القصص المثيرة أو النظر في الصور الخليعة أحيانا يكون جبلة بعض الناس في حولته زائدة ولذلك هو مذاء فنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه يجب من المذي أمران أولهما غسل الذكر كله من أصله إلى رأسه ثانيا الوضوء الوضوء الإنسان إذا خرج منه المذي فإنه يغسل ذكره ويتغضى ولو أصاب الثياب شيء من ذلك المذي فإنه يغسل يغسل الموضع فقط يعني لا يغسل الثوب كله وإنما المكان الذي أصابه المذي فإنه يغسل طيب خالد يقول هل يجوز أن أجمع معارفي على وليمة ونية تكون قضاء كفارة أو صدق عليهم إذا كانوا مساكين نعم إذا كانوا مساكين نعم أما تجمع معارفك من التجار وأصحاب الأموال وتقيم لهم ليمة فخمة ضخمة ويعتبرونها أنها إكرام وأنت تنوي بها الكفار لا لأن الكفار للمساكين إذا كان كفار الظهار الله جل جلاله قال فإطعام ستين مسكين إن كان كفارة يمين وإطعام عشرة مساكين وهكذا نعم فإذا كان معارفك هؤلاء مساكين فأطعمهم نعم يقول كمال في مسجدنا في مسجدنا مصاحف كثيرة موقوفة هل يجوز أن أستعير منها لأني أحتاج مصاحف في بيتي لا يا كمال المصحف للمسجد موقوفا على المسجد وشرط الواقف كنص الشارع لا يجوز تجاوزه أنا أريد أن نتوقف يعني عند هذا الحد إن شاء الله وبإذن الله يتجدد اللقاء غدا أسأل الله أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة والحمد لله في البدء والختام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته